الشيخ رمضاني عفيفي ربنا قال يعني وكلم الله موسى تكليمة وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا إلى آخر الآيات طيب لو جي واحد قال خلاص طالما أنت قلته أنه ليست للحصر هو ربنا قال أن أنا مش هكلم غيرهم هل يجوز أن يأتي إنسان ويقول أن ربنا أوحى إلي هل يجوز أن يأتي إنسان سؤال مهم جدا ويقول لك أصلا عندي وحي أنا عندي وحي مش أنت قلته إن المسألة مش محصورة كلام ربنا مع الخلق ومع البشر مش محصورة واستدليته بإنه وحيستدللك هو اللي حيستدل اللي بيكلم ويقول لك أوحينا إلى أم موسى وما كانتش نابي من الأنبياء الله وقال لك وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا حصل وحيه والنحل مش نابي من الأنبياء ده مش بس كده ده الوحي في القرآن أنواع ده الشياطين عندهم وحي فضل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ده كلام جميل أنا بتكلم عن الوحي الذي هو من الله مش من الشياطين الوحي من الله سبحانه وتعالى جل وعلا إذا كنتم بتقولوا مش محصور في الأنبياء يبقى هل من الممكن أن يدعي إنسان أن لديه وحيا أم ليس من الممكن حلو السؤال حلو جدا الوحي بالمعنى الشرعي بالمعنى الشرعي لا الوحي له أنواع وبالمعنى الشرعي يأتي بمعنى الإلهام معنى الرؤية يعني ما فيش مانع أننا أقول أرى رؤية أن آه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية جزء من ستة واربعين جزء من النبوة إنما على سبيل الظن مش على سبيل القطر أبدا يعني أنا أستطيع أن أنا أقول إيه أنا حاسس أنه عندي إلهام من ربنا في الموضوع الفناع ربنا إلهام الخير في الموضوع ده إنما مش مصدر شرعي لا يترتب علي حكم شرعي واحد لا يترتب علي حكم شرعي الوقوي ولا يغير حكم شرعي بتديني نصف مليون جنيه حقول له أضغاص أحلام ومنحه متأويل الأحلام يعلي عالمي أضغاص أحلام على طول يعني دي لا يزبط بيها شرعي لا يزبط بيها شرعي واحدة حامل شافت في المنام إنه حتجيب ولد وحتسميه سيد لازم تسميه سيد لا طبعا قد يكون شيطان واحد شاف في المنام إنه بيزبح ابنه وقال لي يا ابني إنه أرى في المنام أني أزبحه حنقول له لا أتوكل على الله فعشان واحد جيه يوقات الطفل يقول لك أصلا أنا عندي وحي من الله زي الخضر لا أبدا وما فعلته عن أمري فبنقول له بعد رسول الله قال صلى الله عليه وسلم إنه لا نبي من بعدي أو لا نبي بعدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذه قضية إجماعية يبا انقطع الوحي الشرعي الوحي التكليفي الشرعي التكليف وبقي الإلهام بقى والرؤية والإلهام والرؤية والإلهام ليست مصادر شرعية ولا يعتد بيها ولا يستند عليها وقد يداخل هما وسوسط شيطان طبعا من تأشرت لوحي الشيطان إلى أوليائه فييجي الشيطان يروحي لواحد فيقوم بيقولك أنا المهدي المنتظر والتاني يقولك أنا المسيح والتالت يقولك أنا المسيح الدجال والتالت يقولك أنا ولي من أوليك الرابع يقولك أنا الدجال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين يبقى إذن ما فيش نبي بعد النبي خلاص خلصت النبوة أو النبوة وهي تكليفه بما أعلم انقطعت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر النبيين هو رسولنا الكريم جي واحد بقى يقول منام خاص بي ده أنا رحت الكعبة ده أنا عملت إيه ده أنا شفت إن أنا بابني جامع وهابني جامع ده حاجة ترجع له ميزان الشرع بيتروحوا جايب إيه بقى أقولك يا شيخ إبراهيم بص يا جماعة لو جالك منام وإنت حاسس إنه خطاب من الله سبحانه وتعالى ليك أو لو جالك إلهام وحاسس من خطاب منه أول حاجة تعملها هات ميزان اشتري إنزل اشتريه على طول اسمه ميزان الشريعة آه ميزان الشريعة ايه ميزان الشريعة طبعا أنا بتهكب بقولك اشتريه لك هو اللي لا يشترى هو ميزان الشريعة موجود يعني الكتاب يتعلم المنام اللي أنا شفته ده يعرضه على القرآن والسنة آه فإن وافق القرآن والسنة تتوكر على الله يستحب أن تعمل به آه ليس على سبيل القطع ولكن على سبيل الظلم ليس على سبيل الإلزام والقطع بمعنى لو أنا جالي آه منام إن أنا بأعمل مائدة رحمن بأكل الناس في الشارع مثلا ها والله يا جزاك الله كانها إشارة أنه أنت تعمل خير جيت قلت أنا مش أعمل مش أقولك إزاي يا شيخ خالد إزاي تيجي لك منام وده من ربنا وما تعملش لأنه ده شيء غير ملزم غير ملزم جالك منام بيقولك آه شفت أبوك الله يرحمه في المنام بيقولك يا ابن يعمل لي صدقة جارية أو يا ابن أنا عدشان ورحت للشيخ وقال لك الكلام ده معناه أنك أبوك محتاج صدقة جارية مم ما تكذبش نفذ مم احتياطا اعتبر هذا إلهام من الله سبحانه وتعالى شوف ولذلك الكلام ده كلام إحنا بنقول على سبيل الظن وليس على سبيل القطع ليس ملزم للغير أدي واحد لابد أن يوافق الشرع بالميزان الشرعي أدي اتنين ولما عملته هنا عملته من باب الأحواط من باب الأفضل من أي من باب الأفضل وفي ذلك كفية نفس المتنافسة لين السباقات توقبل يعني